نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة على توفر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي مع انتظام دخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية وأشار إلى توفر مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق للتأكد من توفر السلع الأساسية وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين أو التلاعب بأسعارها